بعض المستثمرين بيقولوا الدولة شريكة معايا الدولة تقريباً ما بين ضرائب دخل وضرائب عقارية بتخش شريكة معايا في الأرباح بحوالي 50% أنا بدفع 50% إجمالي يعني الضرائب 50% ده لو كسبت ده من الدخل لكن لو خسرت أنا بشيل الخصارة لوحدها هل نريد القطاع الخاص معنا ولا مش عايزين القطاع الخاص؟ لن تستطيع مصر أن هي توفر فرص عمل للمواطنانها إلا بالقطاع الخاص ده اللي بيشغل ده اللي بيشغل وده اللي يقدر يخلق فرص عمل القطاع الخاص وعلى فكرة ومن يستطيع أنه هو يحرك معدلات النمو اللي أنت مستهدفها 6 و 6.5 و 7 هو القطاع الخاص هتقوليه طيب وإنت بتعمله إيه بها عشان تشجعه القطاع الخاص بالضبط ما إحنا بناخد منه ضرائب قد كده أقولي حضرتك على حد لما حصل أن تقال سعر الغاز عالي وسعر الكهرابة عالي الخزانة العامة للدولة حطت 10 مليار جنيه للغاز والكهرابة في مقابل نزل سعار الغاز والكهرابة على القطاع الخاص على المصانع يعني خلاص؟ لما تقال أن في عندنا كورونا وفيه سيولة سوري في عندنا كورونا وفيه عندنا أزمة سيولة الخزانة قالت أجري المبالي كنت هفردها أسددها على 3 سنين ولا 4 سنين أسددها بسرعة عشان أوفل للقطاع الخاص لما جينا قلنا قطاع زي السياحة متضرر في الظروف دي قلنا نشيل الضريبة العقارية على الأقل وعلى فكرة ودلوقتي برضو فيه صناعات مقدمة لمعالي وزيرة الصناعة وطيارة أن تشال الضريبة العقارية عن المصانع وفعلا المزكرة بتعد وهتجيني وأقدمها المجلس الوزنة هل وزير المالية حيوافق أنه والضريبة العقارية تتشال عن المصانع؟ في الظروف اللي أنا فيها دي عندنا استعداد تام للتعامل مع الصناعة وتخفيف الأعباء عليها على فكرة أنا بعمل ده لصالح الدولة أنا مش بخفف عليه أنا عاوزه يحتفظ بالعمالة عاوزه يبقى عنده سيولة عاوزه يستمر مش عاوزه يقع عارفة لو وقع أنا اللي خسران علشان نعمق الصناعة وعشان تفضل الصناعة موجودة وعلشان نقدر نصدر والكلام ده كله لابد نتعامل بإيجابية مع أعباء المصدرين ونحاول أنه دايما هم مستمرين معنا في السوق الحجول كمان من الحجز الإداري إن إحنا طول النهار عندنا حجز إداري حجز إداري لا أعملت قرار